هؤلاء الشباب يطلقون مبادرة أياد الخير لإيصال اللحوم إلى العائلات الفقيرة والمعوزة في جهر رمضان تحت شعار حتى لا يبقى أكل اللحم حكرا على الميسورين جمعية أياد الخير كالعادة قامت بدورها في هذا الشهر المبارك كانت وزعت حوالي 106 قفة على العائلات المعوزة خاصة في المناطق المجاورة والمداشر فيما يخص القفة كانت قفة نوعية فيها مصروف تعل الشهر فيها اللحم فيها الموض غدائي هي المبادرة تبدأ بشراء الماشية وذبحها وسلخها ومن ثم تقسيمها وإيصالها طازجة إلى مستحقها في جو بهيج مفعم بالإيمان ألقى بذلاله على المعوزين جمعية أياد الخير ديني فينا الخير يجيبوننا كل خير وديهم محتل الدار يحاولون في رمضاني كثر خير كموت ما أمك فينا معنا وكفاكي دير وفي انتظار تعميم التجربة على عدد من بلديات الولاية تبقى مثل هذه المبادرات محل تجييع ساكنة الأحياء الفقيرة التي لم يظرها الرسميين بعد سوعة وكفات في صفحات Salدي